التظاهرات تتواصل والسلطات الإيرانية ترد تصعيد يفاجئ النظام الباحث عن مخرج ولو بكي نفسه مجبرا ينظر النظام في إمكانية تخفيف بعض القيود على النساء وفق ما ذكرته صحيفة Wall Street Journal الصحيفة أشارت إلى أن مسؤولين إيرانيين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإصلاح إنفاذ القوانين المتعلقة بملابس النساء لكن ثمت أسئلة كثيرة مطروحة حول تلك التوجهات لا سيما في مدى جدية النظام على التغيير وإلى أين يمكن أن يذهب لا تفاصيل حول الإصلاحات المزمعة غير أن ما رشح يشي بتغليض الغرامات المالية وتخفيف من الاحتجاز والاستجواب محاولات تبدو حضوض نجاحها على الأرض غير مضمونة فالاحتجاجات مستمرة والاضطرابات تتوالى حتى أن القرار الأخير بحل شرطة الأخلاق لم يكن كافيا ولا مقنعا للمتظاهرين توجه مشكوك فيه خصوصا فيما يمس أسسا عقائدية يقوم عليها النظام أصلا وهو ما بدى واضحا في كلام الرئيس الإيراني أسس الجمهورية راسخة في الدستور أما المرونة في وسائل تطبيقه كما يقول وهي وسائل لا يثق بها المحتجون أساسا ترجمة نانسي قنقر